اشتركوا في القناة من اجل التغيير اظن بان لدينا رؤية ورؤيتنا هي ان نستمر بجهدنا والسعي لانشاء حكومة ونظام ديمقراطي تحول ديمقراطي نود ان يكون هناك دستور يصيغه الشعب من هنا كانت دعوة صريحة للمجلس لاتخاذ اجراءات اقوى وتعيين مقرر خاص للبحرين رغم ان احد العوائق امام ذلك هي محادثات المال تماما كرئيس الولايات المتحدة ترامب الذي امتنع عن اتخاذ اجراءات لمعاقبة السعودية على مقتل خاشقجي لاعتباره ان الاقتصاد والاعمال اكثر اهمية لماذا لا يكون هناك مقرر خاص للتعذيب في البحرين فالتعذيب مستمر في كل يوم وحتى في هذا اللحظة الذي اتحدث فيها الان هناك مساجين في السجن تحت التعذيب وكان لا بد من تبيان سياسة الحكومة الخليفية الممنهجة لطمس التراث والتاريخ البحراني الاصيل والاكثر خطورة هو تغييب ذلك في المناهج الدراسية العامل الاهم والاخطر هو تقصد اخفاء هذا التراث والتعامل معه على انه عدو يتربص بالاخرين ونجد هذا التقصد في خلو المناهج التعليمية عن كل ما من شأنه ان يدلل على وجود مجتمع ناهض قبل عام 1783 لحظة دخول على الخليفة تلك جرائم ممنهجة من قبل النظام الخليفي تجاه السكان الاصليين تحكم على مجلس حقوق الانسان اتخاذ موقف حازم يتناسب مع الاخلاقيات والمعايير التي تشكل على اساسها وهو ما دعت له امريكيون في مداخلة صريحة